اه نبدأ في شرح الرفيجنة هذا ان شاء الله بشكل مبسط اول شيء اول شيء جزئية الفيكتورز المتجهات اوكي اه السؤال الاول اعطانا شكل فيلو 2 فورسز سمى الفورسز الاولى F1 هذه نحط عليها الدائرة باللون الاصفر او مشرع باللون الاصفر وفورسز اخرى باللون الاحمر حط عليها صح F1 F2 وبعدها نقل لي اعطاني معادلتين الفورسز الاولى لها مقدار كالشكل التالي ساليب اي زالين ثلاثة جي والاف الثاني لها مقدار اثنين اي مناقص جي طيب طبعا الار هذه في الرسم هي الريزولتانت هي المحصلة طيب المطلوب الاول في السؤال الاول نقل لي calculate their الريزولتانت احسب لي محصلتهم اعطاك مرة واحدة ار وان وعلاقة تبعها انك تجمع F1 زاد F2 تمام والمحصلة الثاني بحيث انك تطرح F2 نقص F1 تمام بكل بساطة الريزولتانت ما هو الا جمع الاش الفورسز او بمعن اخر حسب المعطالك في السؤال لو قل لك F1 زاد F2 تجمع F1 زاد F2 لو قل لك F2 نقص F1 تطرح حسب المعادل المعطالك طيب بكل بساطة تعال اهو F1 كم ساليب اي F2 زايدا ثلاثة جه هذا عيش ار واحد لاحظ العملية الان نركز العملية هنا جمع لاحظ بين F1 تجمع تقول زايدا القوس الثاني تكتب F2 كم هو مكتب لك F2 كم اثنين اي اثنين اي اثنين اي ناقصا جه خلينا ايش نغير اللوان تكون اوضح لون اسوي الان تجمع الاي مع الاي والجه مع الجه ها تنتبه الاشارات يساوي ساليب اي هنا يعني ساليب واحد والعملية بنتهم زايد يعني ساليب واحد تمام ساليب واحد وزايدا اثنين اي ساليب واحد زايد اثنين كم اعطيك واحد اي واحد في اتجاه الاي اوكي بعدين هنا الثاني لاحظ وحط عليه السهم ثلاثة جه زايد ساليب واحد يعني ثلاثة هنا في موجب نضرب مع ساليب ثلاثة ناقص واحد كم يصير يعطيك اثنين جه بالموجب صح اثنين جه بالموجب فتقول ليش زايدا ايش اثنين جه هذي اه هذي ناس عملية F1 زايد F2 اوكي طيب واضح ان شاء الله كده شوف هو زايد مكاتب واحد زايد اثنين جه طيب تعال في الفقرة في في الخياء في الأجزاء الثانية قل لي ابغى F ايبغى F2 ناقص F1 طيب اول شيء العملية بيناتهم ايش ناقص هذا القوس الاول وهذا القوس الثاني القوس الاول قال لك F2 F2 عبارة عن اثنين اي اللي جوه القوس اثنين اي ناقصا جه طيب القوس F1 كم ما هو اللي عبارة عن سالب اي زايدا ثلاث جه اوكي اهلان نجمع او اطرح لان العملية بناتهم اطرح شوفوه يلا نحط اسهم باللون الزرق اثنين اي اطرح اي مع الاي اثنين اي يعني اثنين ناقص وعندك هنا في ناقص او اركز هنا في ناقص ناقص مع الناقص لبرا يصير بتحول لضرب موجب سالب مع سالب موجب يعني اثنين زايدا واحد كم يصير كم يصير سالب ثلاثة في اتجاه الاي اوكي الان عندك هنا هذا الثاني هو اللي حط عليه سالب ثاني سالب جه يعني سالب واحد ناقص ثلاثة لان هنا في ناقص ينضرب مع الموجب فصير سالب سالب واحد وناقص ثلاثة سالب اربعة في اتجاه الجه اوكي هاذي ايش ناقص العملية الثانية اوكي ثلاثة اي ناقص اربعة جهة طيب هذا سالب رقم واحد سالب رقم اثنين قل اوجد لي الدوت برودكت الدوت برودكت ار واحد دوت ار اثنين يعني سكيلر برودكت انا في عندي قاعدة كده احفظها في الضرب القياسي في الدوت اذا اذا انضرب في نفسه انف يعطيك واحد ايش يعني يعني اي دوت اي يعطيني واحد وكي لو كان عندي ثري دي كي دوت كي يعطيني واحد اوكي طيب لو ضربت اي في جه او اي في كي او اي يعني لو سويت ميكس ما ينفع يعطيك ايش صفر ها في الدوت بس ينفع في نفسه لو كان هنا اي دوت جهة صفر او اي دوت كي صفر اوكي ما ينفع لازم تعرفها طيب تعال يلا اضرب ار واحد دوت ار اثنين انت طلعت ار واحد هذي عندك ار اثنين طلعتها برضو هذي يلا 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 سوي ببيناتهم اتول شيء اكتب ار واحد كم اي زايدا اثنين في اتجاه الجه دوت بعدين سالب ثلاثة اللي هو ار اثنين صح سالب ثلاثة اي زايدا اربعة جه احنا قلنا في الدوت ما يفعل تضرب الا اي مع اي او جه مع جه والباق صفر فبكل بساطة اضرب هذا اللي هو اي مع سالب ثلاثة اي بالاحمره بعدين اضرب هذا اثنين جه بالازرق مع اربعة جه بس الا زا بعض جه مع جه اي مع جه او جه مع جه او جه مع جه اي مع يلا الان نقول له ساوي الاي معاملة بواحد فوق واحد في سالب ثلاثة كم موجب في سالب اعطيك هاش سالبا ثلاثة خلاص الاي يروح لانه الاي و اي يصير بواحد يتلغي الاي طيب الان عندك اثنين جه في اربعة جه اثنين في اربعة كم اعطيك ستة اوكي مزبوط اوكي انا نجمع ستة و ناقص ثلاثة كم اعطيك ثلاثة مفرطة جايب يكون ثلاثة انا ما ادل ليش مكتوب هنا سالب خمسة نلاحظ فما قلل ار اوه شوفوا سالب واحد هنا توقع فيه غلط هو غلطان ليش لا نشوفوا هنا عندكم هذا ار واحد وهذا عندكم ار اثنين فاضرب واحد في سالب ثلاثة اعطيكم كم سالب ثلاثة بعدين عندكم هنا اي اثنين في اربعة اعطيكم كم ثمانية مفرضينا ثمانية زايدا اثنين في اربعة ثمانية لا صح صح معلش انا انا غلطان انا غلطان اوكي سوري انا بس ضربت غلط وهو اي زايدا اثنين جايب بعدين عندكم هنا سالب ثلاثة اي زايدا اربعة جايب انا جمعت سوري هو تضرب اوكي فهنا هيكون واحد في سالب ثلاثة كش سالب ثلاثة بعدين اثنين في اربعة كم يعطوك ثمانية ثمانية ناقص رات يعطيكم كم تمام يعطيك خمسة ثمانية ناقص ثلاثة خمسة ومو سالب خمسة هنا ليش لان نلاحظوا هنا الاي بواحد وهنا بسالب موجب في سالب اعطيك سالب ثلاثة بعدين اثنين جايب اربعة جايب اعطيك كم ثمانية فموجب ثمانية لا ناقص ثلاثة اعطيك ايش كم خمسة فهنا الجواب الصحيح خمسة وليس سالب خمسة انتبهوا النقطة هذه ما ادري ليش مضارب وغلط هو اي طرح غريب الدوت مضارب في نفسه معادة او غيره بصفر هذا معروف طيب هنا سؤال ثلاثة قال لي حسوب لي ايش الديركشن هي بغثيتها واحد ثيت اتنين الديركشن ما هو اللي عبارة شفت بالالة تان انفرس تان انفرس واي على اكس اوكي نيجي نمسك كل واحدة يعني مثلا ار واحد طلعناها هذه اللي هي اي نغير لون اللي هي اي زايد الاثنين احنا قلنا الاي هي تاخد اكس الاي هي اتجاه اكس والجه اتجاه واي فلو ما نجيب الزاوية نقول شفت الثاني انفرس واي اللي هي اثنين على واحد بالالة حيطلع الناتج اوكي بعدين هنا برضو الثانية الار اثنين هذه اللي هي سالب ثلاثة هاي زايد اربع جهة بنسل الطريقة هنقول ايش واي على اكس اللي هي اكم اربعة على سالب ثلاثة هتطلع الزاوية نجرب اهلا نجرب اهلا نجرب يلا شوف هو تضغط شفت تان انفرس بان تحط مثلا كمال اولى اثنين على واحد حيطلع هذه الزاوية اثنين على واحد اطلع الزاوية ثلاثة وستين بوينت حاجة طيب تعال نجرب الثانية اللي هي اربعة على سالب ثلاثة تطلع الزاوية سالب ثلاثة خمسين يا انك تكتبها كده او تزود عليها مية او اول شيء لانه هذه الزاوية الاكس نيغاتيف والواي بتزود في الربعة ثانية فتزود عليها مية ثمانين يا انك تكتبها بهذه الطريقة في الزاوية في الصحيحة او تخليها زي ما هي كده سالب ثلاثة خمسين اوكي هنا انا لازم لازم تتأكدوا من هذه المعلومة انه هنا في ضرب ضرب خاطع دوت ار واحد دوت ار اثنين ار واحد هذي وار اثنين هذي واحد في سالب ثلاثة اطلع ثلاثة بعدين عندكم اثنين في اربعة اطلع ثم ثمانية فهنا من فرضكم خمسة وليس سالب خمسة حوقف هنا ان شاء الله الفيديو القادم مشرح الباقي